هاتيخوتي يا فوت الولاية نازلة معاك بميوها اسفر تطلعها بميوها اسفرق يعني تيجي ازاي يا دي مني لستوت يا عم كان اسفرق ازاك يا عضي ابراهيم ازاك يا باشا وحيشي ايه عطوا حضني وانت مملون من فرحتي ده انا مش مصدق عناي يلا هارو دمك وتعلالي انا مستانيك في اللوم حمامة فين ايامك يا باشا انما سيادتك ما قلتليش احنا هنبدأ امتى يا باشا نبدأ ايه نبدأ التمرين كل حاجة هتعرفوها في الوقت المناسب نعرفها وفي حد غير يا باشا ايوه الباشا الكبير وعم الشباب كلها والله انت منور شارمة حسام المصري ابراهيم ايه يا راجل والنابي النطة اللي انت نطيتها في الاولمبياد دي ده انت كان شكلك عبيت قوي بعد ازنك يا باشا انا ماشي استنى حسام يا باشا انا مقعدش مع الاشكال دي في مكان واحد الواد ده لسانو طويل وعليا النعمة هضربوه وانا لحد دلوقتي اعمل اعتبار لوجود سيادتك شوف يا باشا احنا منتشطرش غير على بعض انت كنت تشطر على الواد الامريكاني اللي خاد منك المدالية والله يا باشا لو تشوف منظره هو بيتضحج على الارض وتفتس على روحك مدحك ده انا كنت اهموه يا ده هتغاب عليك يا لأ ايه ده انت هتضربني ولا ايه اخرس يا كلب انت و هو هتضربه بعض قدامي اه ده ابراهيم خدامك يا باشا اه ده حسام اه ها هقعد فيك واحد واحد احنا في فصلة هنا ولا ايه بداية من يالة بنيلة زي و الشكر انا الحق علي لفكرت اعتمد على عائل هبلس اعتمد يا باشا علي و انت مغمط انا سداد الشغلانة اللي انا عايزكو فيها دي عايز رجالة طالما الشغلانة عايزة رجالة يا باشا هي ما هيعمل معانا ايه شوف يا باشا شوف هو اللي بيجر الشكل ازاي و انا قاعد ساكت لا انا راجل اوي بتاع الاولمبياد و اسأل شرم كلها على ابراهيم العزقلاني ده بيجو بتطلب ولو عايز تشوف الرجولة او الرهالة توريني ايه يا ادي اهبل انت ناس اخر مرة ررنك علقت موت انتش نخطيني علي اخوانا بس لو راجل راجل وش الوش والمصحف اللي علم عليك اخرص يا كلب انت هو محدش يتكلم فيكم انا بس اللي اتكلم هنا عضرة باشا عضرة باشا باشا ن اشتركوا في القناة يا باشا بقولك ممنوع الاسيلة برضو بتسأله مش هتقدم استقلتك من الوتيل قبل ما نمشي قدم استقلتي ما اتقدمت وتقابلت يا باشا اظن بعد اللي حصل ده مش هتمسكه بايا قوي وانا افراقي يعني عشان نبدأ الشغلة على طول احنا ناخدها اسحي كده لغاية برا حالة وإلا حنلاقي امن الوتيل كله فوق دماغنا ماشي يا باشا يلا بكباتي نوريني جمالنا التطق احنا في البركين يا باشا قاعد ينزك يا باشا يا استاذ يا استاذ هم راحوا فين نعم هم راحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا فيه تلاتة نايمين هنا ما حدش يصحيهم لا انا بتكلم على الاتنين التانين ابراهيم والود اللي كان معاه حسام ايوة حسام وابراهيم مالهم راحوا فين في الزمالة عاملين شغل زي الفل السلام عليهم ايوة انت مش خارج اذاب خصم عابري يا باشا ايوة يا باشا طالع الاول عالدفعا بامتياز طيب ما تعقبتش مويد ليه اشعرف شو ما لاحد ازميتو في الكافتيري يا باشا انت مالك انت انت ايه ده خلك الباشا بيسألنا انا حيكون ليه ماشا الوسايت عينه الخامس والسادس والسابع ولادي الاسادزة ولادي الاسادزة ولادي الاسادزة انت كنت عايز تتعين معيد ابراهيم اعوز الحق يا باشا قلت احسن اني جات منهم وايه حكيات الطالبة اللي زبطوا معك في الكافتيريا دي دي عالم من نفسنا يا باشا جواها سواد وغل بعيد عنك دي بقى ضربة النجاح اللي بيقولوا عليها ضربة نجاح يا فاشل قدي نزلك في الجرنان وعليها الصورة قدي كده يا باشا مكتوب تحتيها فضيحة ابراهيم العزقالاني يا باشا انا ما عرفهاش البتك هتقاعدة في الكافتيريا وداخل ومفيش غير انا وهي اسابها اتفيص قعدت دلك لها رقابتها وعمل لها تنفس الصناع فجأة رحوا داخلين عليا واخديني على امنك كلية لعبة ومعمولة عليا يا باشا اه غاوي انت تنفس الصناع يا براهيم هو مش موضوع غاوي بس حدقتك حط نفسك مكاني لو لقيت واحدة بتموت قدامك وفي ايدك تنقذها هتسيبها تموت يا باشا اكيد هتعمل لها تنفس الصناع ونظام ده لو فتس هتعمله تنفس الصناع برضه لا دي تغور في ستين دهية دي انا اللي عملت لها تنفس الصناعي نفس انا اللي تقاتها انت اسمك ستراح 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 ايه لا وراء اوكي انا شايف تحصن بس احنا ماشيون ببطء شوية كم ممكن نعمل شغل احسن من الجد بص انت اهم حاجة بتاكل بغباء وتشيل حديدة قيلة وتفرج على نفسك بقى قولي انت بتاكل لحمة قد ايه؟ كيلو في اليوم كم؟ كيلو وده بقى مستورد ولا بلا دي؟ انا عارف اهلو بتحطي قدام البزيحة لا طالما كده بقى الفهنا والشيفة ومطرح ما يسري امرأ بوكبات يلا كمي لو انش بص بقى انا هسيبك شوية خمس زي كده ورجعلك ماشي يا باشا ساعدتك تومر ساعدتك بس بعتولي في الجيم هنا لموتة اسبوعين وانا هرجعهلك بطل العلم في كمال لك ساف مش هتعرفوا ساعدتك خالص الله يخليك عارفك يا باشا انا مابلش عندي اي حد في الجيم كل اللي عندي اولاد ناس كبار ناس بشوات زي حضرتك يعني الله يخليك